الطلب الأعزاء في مساقة التحليل المالي والمحاسبة مرحبا بكم في محاضرتنا اليوم سوف أتطرق إلى تحليل السيولة السيولة هي إمكانية قياس سيولة المنشأة من خلال مدى وفاة قدرتها على الوفاة بلتزماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها النسب السيولة تنقص المالي ثلاث نسب النسب الأولى هي صاحب الرئيس المال العامل وتسمى باللغة الاليزية النسبة الثالثة هي نسبة التداول هي current ratio النسبة الثالثة هي نسبة السيولة السريعة أو بسموها quick ratio or as a test ratio سنتطلق لهذه النسب في محاضرتنا اليوم لكن قبل ذلك سوف نقوم بإعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي بناء على البيانات المعطاة عندي على الشاشة كما هو واضح عندي المعلومات التالية عن نشط عن ماية التجارية في 31-12-2003 عندي بيانات متعلقة عن نقط في الصندوق والمنوك بضاعة أخرى المدة المدينون مباني المعدات المصاريف الإدارية رأس المال صاف المبيعات الدائنون مصاريف الفوائد أوراق الدفع مصاريف مستحقة بالإضافة عند أوراق مالية قسرة الأجل، قروض طويلة الأجل، تكلفة البضاعة المباعة، المصاريف البيعية، المصرفات المدفوعة مقدما، إرادات إيجار عقار، مخصصات أو مجمع الاهتلاك المباني، مخصص تلاك معدات الاحتياطيات، الضرائب الأرباح المحتجزة، ومصاريف الاستهلاك فإذا ملاحظت هي عبارة عن مجموعة البيانات متعلقة في قائمة الدخل، وبعض المنوط متعلقة في قائمة المركز المالي بالإضافة معطيلة لبعض المعلومات الإضافية، ستلزمنا فيما يتعلق في تحليل نسب الصوم، وهي متعلقة بعادل الأسهم العادية المصدرة، متوسط سعر السهم، وسعر السهم العادي في الصوم إذا من خلال البيانات الضهر عندي على الشاشة، سوف أقوم بعملية إعداد أولاً قائمة الدخل، ثانياً إعداد قائمة المركز المالي، بعد ذلك أتطرق للنسب السيولو وعملية احتسابها للنسب الثلاثة إذا من خلال إعداد قائمة الدخل، عندي الفورم جاهز، وهي قائمة الدخل للسلك تعاملين التجارية عن السنة المنتهية، 31122003 إذا أول بند رح يظهر عندي في قائمة الدخل، دائماً هو عبارة عن صافي المبيعات إذا صافي المبيعات، كانت معطاة عندي بشكل مباشر، وكانت قيمتها صافي المبيعات قيمتها مليون وخمسمائة الدينار طبعاً دراسية صافي المبيعات، كيف نقدر نصل لهذا الرقم؟ هو عبارة عن المبيعات ناقص مردات المبيعات ومسموحاتها وخاصة المبيعات إن وجد إذا صافي المبيعات احتسابه من خلال المبيعات ناقص مردات المبيعات ومسموحاتها وخاصة المبيعات إن وجد بصل في هذه الآلية إلى صافي المباعات بعد ذلك سوف أقوم بطرح تكلفة البضاعة المباعة إذن من خلال البيانات فيما يتعلق تكلفة البضاعة المباعة طبعا تكلفة البضاعة المباعة علي تحتسابك كيف كانت هي معطاة عندي في السؤال بشكل جاهز لكن تكلفة البضاعة المباعة هي عبارة عن بضاعة أول مدة زائد صافي المشتريات ناقص بضاعة آخر المدة بصل في هذه الآلية إلى تكلفة البضاعة المباعة لكن هناك نقطة فيما يتعلق في صافي المشتريات صافي المشتريات هي عبارة عن المشتريات ناقص مردات المشتريات ومسموحاتها زائد مصريف النقل للداخل إذا مصريف النقل للداخل تعتبر هي من تكلفة البضاعة المباعة تضافي تكلفة البضاعة المباعة فهذه النقطة لازم تنتبهلها بشكل كبير إذن تكلف أو مصريف النقل للداخل تضافي إليه إذا قيمت المشتريات لكن لو أجينا على سبيل مثال مصاريف النقل للخارج وهي مطال علقة بمصاريف النبيعات تعتبر من المصاريف التشغيلية أو بسموه مصاريف البترة وبهذه الحالة تظهر في عندي في المصاريف البيعية إذن بهذه الحالة أني صار عندي صافر النبيعات كمان تقبت الميضاعة المباعة ما قدر أصل إما لمجمل ربح أو مجمل خسارة إذن مجمل ربح أو مجمل خسارة إذن هي عبارة بشكل بسيط مليون وخمسمائة ألف ناقص تكلفة البيعات المباعة إذن بهذه الحالة بصل لمجمل ربح قيمته أربعمائة ألف دينار بعد ذلك بإطرح إذا في عندي أي مصاريف تشغيلية إذن المصاريف التشغيلية شوف عندي مصاريف تشغيلية هي على سل bonusesها فيما يتعلق بالمصاريف الإدارية والعممية مصاريف البيعية هي د 같아요 في عندي استهلاكات إذن نأتي بمقول كالتالي ونشوفлов زي بيني مصاريف إدارية عندي المصاريف إدارية بقيمة 35 ألف دينار إذن ها يتعلق بالبند الأول البند الثاني يتعلق بالمصاريف البيعية ألكات عندي معطاف السؤال بقيمة 25 ألف بعد ذلك إذا في عندي مصاريف استهلاكات كان عندي قيمتها 50 ألف إذا بهذه الحالة بصل مجموع المصاريف التشغيلية وهي عبارة بشكل سريع equal sum مجموع البيانات اللي بدي إياها يعبارة بي 7 لبي 9 وضع الانتر إذن بهذه الحالة كان فيما يتعلق بمصاريف التشغيلية قيمتها 110 ألف إنار بعد ذلك إذا كان في عندي أي إرادات أخرى زي ما حكينا كان في عندي مصاريف وعندي إرادات أخرى طبعا شو الماغنى من إرادات أخرى كما هو متعارفية الشركة تعتبر شركة تجارية إذن الشغل نشاط الشركة هي عملية بيع المنتجات وشرائها إذن بهذه الحالة أحيانا بعض الشركات بتقوم باستثمار وبكون في عندها استثمارات في حسابات أو في شركات أخرى ونتيجة هذه الاستثمارات بتأتي عندي على سبيل مثال إرادات أو على سبيل مثال إذا كان في عندي قطط أرض وابعتها تعتبر إراد إذن بهذه الحالة منشوف إذا في عندي أي حساب متعلق بإرادات الأخرى إذن كان في عندي إراد إجار عقار إذا بهذه الحالة نشاط الشركة هو عملية بيع للمنتجات وشرائها لكن عندي كان نقطة رئيسية كان في عندي عقار وقمت في تأجيره بهذه الحالة بيجيني منه تقريبا 9000 دينار إذن هذا فيما يتعلق في إرادة إجار عقار وراح تكون قيمته 9000 دينار إذن بهذه الحالة بقدر أصل إلى الدخل قبل الفوائد والضرع ومسمى آخر يسموها الدخل قبل الفوائد الضرع واختصروها أي بمعنى بدأت شوف قد يتدخل قبل احتساب الفوائد والضرعب المترتبة اللي عندي إذن بشكل بسيط راح تكون كالتالي إذن هي عبارة عن مجمل ربح ناقص أي نفقات زاد أي ذرعب إذن بهذه الحالة راح أصل عندي دخل قبل الفوائد الضرعب قيمته 29000 دينار وبهذه الحالة بشوف إذا في عندي أي نفقات ومتعلق أظل عندي قبل الفوائد والضرعب بشوف إذا في عندي أي فوائد وأي ضرعب إذن بهذه الحالة بيجعل فوائد راح ألاقي عندي مصاريف الفوائد بقيمة 23000 إذن بهذه الحالة عندي الفوائد بقيمة 23000 أحياناً بصل إلى الدخل قبل الضرعب أحياناً تسمى الدخل قبل الضرعب وبعد الفوائد إذن بهذه الحالة نطرح نقولك التالي هي عبارة عن دخل قبل الفوائد الضرعب ناقص مصاريف الفوائد مصاريف الفوائد هي المصاريف أو الفائد المترتب عليه خلال السنة أحياناً بعض الشركات تلجأ لعملة الاقتراض من الجهات المقرضة على سبيل المثال بنوكة أو بعض المؤسسات إذن بهذه الحالة راح ترتب عندي اعتمر هذا تكلفة على الشركة لكن حتى نشوف كمي كانت تكلفة هذا الاستثمار أو على سبيل المثال التومية اللي قامت به الشركة ترتب عليها فائدة فنحطه في قائمة الدخل نبدأ هذا الحساب حتى نشوف عندي صافة الدخل ونشوف كمي كان عندي تكلفة التومية اللي عندي خلال العام إذن بهذه الحالة بصل القيمة 276 ألف دينار يضل عندي آخر حساب وهو الضرائب واللي كانت قيمتها 126 ألف إذن بهذه الحالة بصل إلى صافة الدخل السنوي وهي بشكل بسيط كالتالي هي الدخل قبل الضرائب ناقص مصروف الضرائب المترتب عندي إن بهذه الحالة كان عندي صافة الدخل قيمته 150 ألف دينار هذا فيما يتعلق في الجزئية الأولى في حل السؤال وهي قائمة الدخل الجزئية الثانية هي عملية إحداث قائمة المركز المالي في عندي نموذة جاهز راح أقوم باستخدامه لحتى تقوم باحتساب أو أعداد قائمة المركز المالي بداية قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية تحتوي على ثلاثة أقسام أصول ووصوم وحقوق ملكية إذن في المحصلة جانب الوصول لجب أن يساوي جانب الخصوم وحقوق الملكية وحكي أن الأصول تنقسم إلى قسمين في عندي أصول متداولة ووصول غير متداولة إذن بهذه الحالة راح أقوم بعملية إعداء قائمة المركز المالي للشركة عمال التجارية للسنة المنتهية بداية راح يكون في عندي الأصول المتداولة بداية نشوف عندي أصول متداولة ونقولك التالي منبلش بالقيم الأكثر أكثر سيولة وعلى سبيل مثال أكثر سيولة النقد في الصندوق والبنوك إذن بهذه الحالة مباشرة النقد في الصندوق والبنوك كان قيمته 25 ألف دينار الحساب الثاني إذا كان في عندي استثمار قصرة الرجل أو بصمو أبراق مالي قصرة الرجل إذن بقيمة 75 ألف بعد ذلك يعتبر الحساب الأكثر سيولة كمان عندي المدينون من الحسابات تعتبر سيولة تعالية بقيمة 100 ألف دينار بعد ذلك إذا كان في عندي بضاعة بضاعة آخر المدة أو المخزون بيسموه في بعض رحيان هي عبارة 150 ألف وآخر حساب وهو يعتبر أقل سيولة وهو المصرفات المدفوعة مقدمة هي عاسي مثال إيجار مدفوع مقدمة لمدة ثلاث سنوات وأربع سنوات فبيظهر في قائمة المركز المال ويقيم باطفاؤه بشكل سنو بمقدار ما يتعلق بهذا المصروف بشكل سنو في قائمة الدخل إذن بهذه الحالة بقدر أصل لحساب مجموع الأصول المتداولة إذن بشكل سريع بقدر أجل منهم على أوتصم واختار البيانات لنقوم الجامحة إذن بهذه الحالة القيمة ثلاثمية وخمس سبعين ألف دينار إذن تأتيت من الجزئية الأولى في جانب الأصول وهي مجموعة الأصول متداولة بعد ذلك نأتي مسميها مجموعة الأصول أو الأصول الغير متداولة أو مسمى آخر كنا نسميها في السابق الأصول الثابدة لكن ما التعديل في المعايير المحاسبة الدولية تم تغيير اسمها حتى تصبح الأصول الغير متداولة إذن بهذه الحالة هي الأصول الغاية منها استخدامها في المنشأة من أجل استمرار عملية نشاطها الرئيسي فعلى سبيل مثال شركة صناعية قابلت بشراء آلات إذن الغاية من استخدام الآلات حتى تقوم بتصنيع المواد الغاية وليس الغاية بايح هذه المنتجات أو هذه الآلات إذن بهذه الحالة سأعتبرها أصول غير متداولة معنى what I would like معنى بيانات متعلقة للأصول غير متداولة سنجد مني مباني مباني بقيمة 100 ألف مليون دينار إذن سنجد مباني بقيمة مليون دينار بعد ذلك سأطرح منها مجمع الاستهلاك أو بمسمى في بعض الأحيان مخصص الاستهلاك المباني إذن بهذه الحالة المخصص قيمته 250 ألف دينار بعد ذلك بصر اللي بسموه الحساب صافي صافي القيمة الدفترية للمباني لما يقول صافي القيمة الدفترية المباني هي عبارة عن قيمة الأصل ناقص مجمع الاستهلاك طبعا مجمع الاهتلاك وهو حساب يسموه حساب كونترا حساب معلق يظهر من الحساب الرئيسي بمعنى بتلاقي عندي مباني رح يلاقي مباشرتنا رح يلاقي في بعض الحالات رح تحضر هنا كمان شوي على سبيل مثال الأراضي مباني يظهر عندي بجمع الاهتلاك بعض الحسابات المما بعمل لها استهلاك هي على سبيل مثال الأراضي لأن الأراضي لا تهتلك رح تحافظ على السارة بالعكس حتى عند عملية بيها رح تحقق بعض الأحيان مكاسب وحيانا بتكون مكاسب جدا كبير إذن بهذه الحالة عندي المباني ناقص مخاصر استهلاك لكن إذا ما لاحظوا أنه مخاصر استهلاك المباني قيمته سالبة إذا بدأ أطرح مخاصر استهلاك المباني من المباني إذن بهذه الحالة رح تكون كالتالي مليون ناقص ناقص مئتن وخمسين ألف إذن بهذه الحالة رح أصير إشارة موجبة إذن بهذه الحالة رح أجمع كونه قيمته سالبة إذن بهذه الحالة مليون زائد ناقص 250 ألف بمعنى أنه قيمته سالبة رح يجمع لي إياه كونه سالب فرح يطرح لي إياه مباشرة إذن القيمة رح تكون عندي 750 ألف لكن على سبيل مثال إذا قمت على سبيل مثال بشكل سريع مباني ناقص مجمع الاستهلاك ومجمع الاستهلاك مخفض إذن بهذه الحالة شو أساوي عند الجهاز مباشرة جمع القيمة فلازم ننتبه للإشارات فيما يتعلق عند إعداد القوائم المالية هذا فيما يتعلق في صاف القيمة الدفترية مبانية شوف كمان في عندي فيما يتعلق في الأصول الغير متداولة ميجي نقول كالتالي هاي البيانات كمان في عندي المعدات المعدات قيمتها 175 أل دينار في هاي الحالة رح أطرح منها نفس الألية منجمع الاستهلاك المتعلق في المعدات ولي كان قيمته 35 ألف بصل لصاف القيمة الدفترية للمعدات وهي بشكل بسيط 175 زاد 35 ألف إذا بهاي الحالة القيمة 140 ألف دينار بعد ذلك بصل لحساب مجموع الأصول الغير متداولة وهي بشكل سريع كالتالي 750 ألف زاد 140 ألف القيمة 890 ألف دينار إذا بعد ذلك بقوم باحتسام مجموع الأصول إذا بهاي الحالة فصل لمجموع الأصول وهي عبارة عن 375 ألف زاد مجموع الأصول غير متداولة 890 ألف إذا مجموع الأصول بالكامل 1.265.000 دينار إذا انتهت الجزرية الأولى فيما يتعلق في جانب قائمة المركز المالي بضل الشقة الآخر في قائمة المركز المالي وهو الخصوم وحقوق الملكية نفس الألية فيما يتعلق في الأصول المتداولة رح نقوم بالتطرق في موضوع الخصوم المتداولة شوان الخصوم المتداولة؟ إذا التزامات المترتبة على الشركة وتستحق خلال السنة المالية أقل من سنة مالية يعني أقل من 365 يوم وحياناً بتم ترتيبها على أكثر سوية يعني أكثر مطالبة لأكثر أقل مطالبة إذا كانت على سبيل المثال الحجم المطالبات أو الالتزامات ترتبة على الشركة تستحق بعد أكثر من سنة يسموها الخصوم الغير متداولة أو يسموها الخصوم طويلة الأجل طيب شو في عندي خصوم متداولة؟ في شكل بسيط يساوي البيانات فيما يتعلق في الدائنون إذن دائنون يعتبرون من الالتزامات ترتبة على الشركة إذا عندنا المدينون أصل للشركة دائنون التزام على الشركة بعد ذلك تأكد إذا في عندي أوراق دفع بقيمة 20 أل دينار بعد ذلك رح يكون في عندي المصاريف المستحقة مترتبة على الشركة يا مصاريف مستحقة الدفع مترتبة على الشركة إذن في هذه الحالة بقدر أصل لمجموعة الخصوم المتداولة وهي بشكل سريع من خلال هوم وتصم كالتالي كانت القيمة 165 إذا نبدأت من الجزية الثانية فيما يتعلق بالخصوم المحقوق الملكية يظل عندي كمان الخصوم طويلة الأجل أو بسموها الخصوم الغير متداولة أو الالتزامات الغير متداولة طيب يأتي كالتالي شوفي عندي التزامات تستحق بعد أكثر من سنة رح نلاقي أنه في عندي قروض طويلة الأجل في قيمة 350 ما في عندي غير فيها في القائمة إذن بهذه الحالة بقدر أصل لمجموعة الخصوم الغير متداولة وهي عبارة عن نفس القيمة 350 يظل عندي الجزئة الأخيرة وهي فيما يتعلق بحقوق الملكية ميجيك التالي خوق الملكية رح تكون عندي بداية رأس المال بقيمة 400 ألف دينار بالإضافة رح يكون في عندي أي احتياطيات بقيمة 200 ألف متأكد إذا في عندي أي أرباح متجزة أو أي خسائر مدورة إذن الأرباح المحتجزة 150 ألف إذن بهذه الحالة بصل لمجموع حقوق الملكية هي بشكل سريع من خلال أوتصوم إذن بهذه الحالة كيمة مجموعة حقوق الملكية 750 ألف بقدر أصل لمجموعة الخصوم وحقوق الملكية مجموعة الخصوم وحقوق الملكية وهي رح تكون كالتالي مجموعة الخصوم المتداولة زاء مجموعة الخصوم الغير متداولة زائد حقوق الملكية إذن بهذه الحالة كان المجموع مليون و265 ألف إذن نلاحظ أن الطرف المدين هو مجموع الأصول يساوي الطرف الدان مليون و265 ألف نفس القيم مليون و265 ألف إذن بهذه الحالة إحنا تم إعداد قائمة الدخل وقائمة مركز المالي للشركة عمال التجارية عن السنة المنتهية 2003 بعد ذلك رح نقوم باحتساب نسب السهولة إذن بعد عمية إعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي لشركة عمال التجارية سوف نقوم الآن بتحليل السيولة حكينا تحليل السيولة في ذات المحاضرة هي إمكانية قياس سيولة المنشأة من خلال مدى قدرتها على الوفاء بالتزماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها إذن هذه النقطة الرئيسية بما يتعلق في تحليل السيولة إذن بمعنى شوفي عندي التزمات قصيرة الأجل تستحق خلال العام يجب أن يقوم بتغطيتها من خلال الأصول المتداولة عندي مقييس ثلاث فيما يتعلق في السيولة هي صافي رأس المال العامل نسبة التداول نسبة السيولة السريعة ناجع عن نسبة الأولى وهي صافي رأس المال العامل طبعا يتحتسابه بشكل بسيط صافي رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة طبعا هذا المقياس أهيانا يكون غير مفيد عند مقارنة أداء بعض المنشآت لبعضها البعض وإنما يكون مفيد لغيات الرقابة الداخلية في المنشآة وعند الحصول على دين طويل أجل فغالما تتضمن اتفاقية القرض حد أدنى من صافي رأس المال العامل الذي يجب أن تحضر عليه المنشآة وهذا شرط يحمي الدائنون عن طريق جبار المنشآة باحتفاظ بسيولة جيدة طيب نيجي كالتالي نقوم بعمية احتسابها من خلال اعتمادنا على قائمة المركز المالي إذن صافي رأس المال العامل أصول متداولة ناقص الخصوم متداولة إذن بالشكل بسيط راح نروح على قائمة المركز المالي الأصول متداولة ناقص الخصوم المتداولة إذن بهذه الحالة راح نلاحظ أن القيمة كداش؟ 210 ألا إذن بهذه الحالة النسبة 210 ألا هي ليست نسبة كرقم صافي إذن بمعنى أنا من خلال الأصول المتداولة لم نيجي على قائمة المركز المالي مرة ثانية من خلال النقدية والأوراق المالية والمدينون وبضاعة آخر المدة والمصرفات المدفوعة مقدما هاي كلها أصول متداولة تقدر أغطي فيها جميع الالتزامات القصيرة الأجل أو الخصوم المتداولة أي بمعنى شو في عندي التزامات خلال الفترة بقوم بتغذتها بالكامل إذا ملاحظوا أن القيمة الرقم موجب إذا بهاي الحالة أنه أنا بقوم بتغطي جميع الخصوم المتداولة المبلغ المتبقي عندي هو قديش 210 ألا إذا هذا المبلغ يصبح مبلغ حر بقدر أستخدمه بأي أنش نشاط عن شرطة الشركة لكن أنا بقدر أغطي جميع الخصوم المتداولة من خلال الأصول المتداولة الموجودة لدى الشركة لكن حكينا هاي النسبة أو هاي القيمة أو هذا المقياس أحيانا بيكون غير مناسب أحيانا للتحليق داء الشركة بقط هي عملية أنه بمتعلق احتفاظ جزء معين من النقدية في الصندوق طيب النسبة اللي بعدها وإلي هي حاولة تعالج المشكلة من خلال نسبة التداول طيب نسبة التداول كالتالي هي من أكثر النسبة المالية شيوعا لقياس سيولة المنشأ وهي تقييس قدرة المنشأ على الوفاء بالتزاماتها قصرة الأجل ويمكن احتسابها كالتالي الوصول متداولة على الخصوم المتداولة يجي كالتالي هاي قامت المركز المالي الوصول متداولة على الخصوم المتداولة إذن بهاي الحالة راح اللاهر عندي القيمة كالتالي 2.27 أي بمعنى أن الوصول متداولة تقوم بتغطية جميع الخصوم متداولة مرتين فاصلة 27% إذن بهاي الحالة راح نلاقي إنه أداء الشركة أو الأصول موجودة عندي كأكسول متداولة ما راح تواجه أي مشكلة في تغطية أي التزامات في القريب الأجل إذن بهاي النقطة بمقدر نحكي في نسبة التاول طيب لكن في عندي معيار الصناعة لما يكون عندي معيار الصناعة على سبيل مثال واحد فعليا بيكون عندي إيصافي رأس المال العامل وقيمته صفر أي بمعنى أن الأصول متداولة تساوي الخصوم المتداولة لكن نحن نلاحظون عندي الأصول النسبة كانت 2.27% أي بمعنى أن الأصول متداولة تقوم بتغطية الخصوم متداولة أكثر من مرتين إذا من خلال مقارنة مع معيار الصناعة وبسموه البنشمارك عندي بهذه الحالة أنه أداء الشركة جدا مناسب طيب النقطة اللي بعدها وهي نسبة السيولة السريعة نسبة السيولة السريعة هتكون كالتالي هي عبارة عن الأصول متداولة ناقص المخزون على الخصوم متداولة طيب ليش؟ طرحنا منها المخزون في بعض الكتب أو في بعض الأبحاث أو الباحثين تطرق عندي في كتاب موجود أن المخزون لازم أطرح من الأصول متداولة لأن المخزون عملية تحويل النقد أحيانا بتأخذ فترة طويلة وإذا بدأ أحوله أحيانا بشكل مستعد رح أخسر جزء كبير من قيمته إذا بهذه الحالة عملية تحويل المخزون إلى نقدية بحاجة إلى وقت ففي عندي نسبة بسموها نسبة السيول السريعة هي مدى التحويل الأصول المتداولة إلى نقدية بشكل سريع طيب شو في عندي أصول يمكن التحويلها بشكل سريع نجعل قائمة المركز المالي إذا منلاحظ في عندي النقدية أوراق مالية المدينون حسنا في بعض الاختلافات فيما يتعلق بضاعة آخر المدة هو المخزون اللي كان قيمة 150 ألف وبعض الدراسات مصرفات المدفوعة مقدمة في الكتاب نتطرقين لهذا الموضوع من خلال كالتالي إنه تم استثناء بضاعة آخر المدة طيب نيجي نقوم باحتساب هاي النسبة إذا نقول كالتالي يساوي نفتح قوس الوصول المتداولة ناقص إضاعة آخر المدة هي المخزون على مجموعة الخصوم المتداولة إذا منلاحظ عندك التالي بعد استثناء المخزون من الوصول المتداولة وقسمة المبلغ المتبقي على الخصوم المتداولة لقيت النسبة 1.36 أي بمعنى أن الأصول المتداولة بعد استثناء المخزون تقوم بالتغطية الخصوم المتداولة مرة وقريبا 40% إذن بهذه الحالة المشركة ما راح تواجه مشكلة لكن هاي النقطة في بعض الحالات تعتبر نقطة عقيما لأنه أحيانا المصرفات المدفوعة مقدما تعتبر كمان من المصريف أو من الأصول التي لا يمكن تحويلها للنقل لأنه هي مبلغ أنا تم دفعه متعلق في فترات سابقة أبمان على سبيل المثال إيجار مدفوعة مقدما لمدة ثلاث سنوات إذن بهذه الحالة عملية استرجاع المصريف مدفوعة مقدما للإيجار جدا صعبة إذن بهذه الحالة يجب استثناء المصريف المدفوعة مقدما بيجي بيجي بقول كالتالي وهذه النقطة غير مترقلة في الكتاب لكن من أجل إفادة بميجي بقول كالتالي قائمة المركز المالي هي عبارة عن مجموعة الأصول المتداولة ناقص إضاعة آخر المدة ناقص مصروفات المدفوعة مقدما على مجموعة الخصوم المتداولة إذن بهذه الحالة رح نلاقي النسبة كالتالي إذن نسبة السيولة السريعة هي عبارة كانت القيمة 1.21 بمعنى عندي مرة وخمس تقريبا إذن بهذه الحالة بنقدر نقول كالتالي بعد استثناء المصريف المدفوعة مقدما والمخزون من الأصول المتداولة وقسمتها على خصوم متداولة طلت عندي مرة وعشرين بالمئة إذن بهذه الحالة بندر نقول كالتالي أن الأصول متداولة نسبة السيولة السريعة تقوم أو أن الأصول متداولة بعد استثناء المصريف المدفوعة مقدما والمخزون تقوم بتقدر جميع الخصوم متداولة وبدأ عندي مبلغ بسيط لأن أقوم فيما يتعلق في السيولة إذن بهذه الحالة أن الشركة خلال العام لا ستواجه أي مشكلة في الالتزامات المترتب عليها في العام القادم هذا فيما يتعلق في نسبة السيولة السريعة في الكتاب الترقين فقط لهذه النقطة أن القصوم متداولة نقص المخزونة على القصوم متداولة لكن هذه مقلومة إضافية ويتم استخدامها في أغلب كتب الحديثة بالإضافة في الابحاث العلمية هذا فيما يتعلق في تحليل السيولة إذن في هاي من هون نصل إلى ختام محاضرتنا شكرا لكم على حسن الاستماع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر